بيبدأ الفيلم برسام قصص مصورة اسم سوزوكي ووقعت في مكتب مع صحابه وبيسمعه خبر غريب جدا في التلفزيون ان فيه ستة عجوزة هي اللي عضت الكلب بتاعها فبيستغربوا الموضوع وبيكونوا فاكرينه مجرد خبر مش حقيقي وبعدها بيرجع سوزوكي للبيت وبتكون مراتو تيكو متضايقة منه جدا وده لانه عاطل ولسه ما دفعش اتجار البيت المهم تاني يوم بيروح سوزوكي لمجلة عشان يعرض عليهم القصص المصورة بتاعته وينشرها بس مدير المجلة بيرفض وبيقوله انها قصص عادية ومحدش هيقرأها فبيرجع البيت ومحبط جدا وبيلاقي ان مراتو بترميله حكته برا البيت وبتقوله انت راجل فاشل وبقالك عشر سنين ما بتشتغلش عشان فاكر ان القصص بتاعتك هتتباع وممكن تبقى غني وبعدها بتترده من البيت وبيروح يعود في الشارع طول الليل وعمد دايق وبيشوف قدامه راجل عجوز بيعمل تصرفات غريبة قوي وبيكون فاكره انه سكران وفي الصبح بيقعد سوزوكي مع صحابه في المكتب وبيسمعوا الاخبار كلها عملت الكلم عن فيروس غريب انتشر في العالم كله والعلماء لحد دلوقتي لسه مش عارفين ايه الفيروس دوت وقتها بتتعب واحدة من صحاب سوزوكي وبتمشي وبيدخل حبيبها المكتب وتعبان وبيظهر ان عينه بتتحول لللون اللسود وبعد شوية بينام سوزوكي على المكتب من شدة التعب وبيسح على اتصال من مراته تيكو فبيرد عليها وبيلاقي ان الصوتها متغير وبتفضل تعتذله وبتطلب منه يسمحها على اللي هي عملته معاه فبيسمحها سوزوكي وبيروح لها البيت وهناك بيخبط على الباب لكنها ما بتفتحلوش فبيبص في فتحة الباب وبيلاقيها بتقع من على السرير وبتعمل تصرفات غريبة فبيفتكر انها سكرانا وبيسألها اذا كانت كويسة بس قبل ما يكمل كلامه بيلاقيها بتفتح الباب وبتمسكه عشان تغضه وبيبان انها تحولت لزومبي فبيحاول يدفع عن نفسه وبيدخلها الشقة على امل انه يبعدها عنه لكنها بتفضل تزوء في الباب وبتحاول تغضه لحد ما بتتحشر سنانها في الباب وبتتكسر كلها فبتتعصب عليه وبتفتح الباب وبترمي سوزوكي جوى الشقة وبعدها بتاجم عليها وبتعضه في ايده فبيحاول سوزوكي انه يبعدها عنه وبيزقها وبيتفاجئ ان دماغت خبطت وماتت فبيخرج من الشقة بسرعة وبيلاقين طائرات الجيش منتشرين في المدينة كلها فبيروح سوزوكي للمكتب اللي بيقعد فيه مع صحابه الرسامين وبيتفاجئ ان صاحبه ميتاني بيدرب زومبي كان بيحاول يهجم عليه فبيعرفه ميتاني ان فيه فيروس انتشر في العالم كله بيحول الناس لزومبي والفيروس دوت بينتشر عن طريق الدم ولو حد تعض من الزومبي بيتحول على طول فبيتصدم سوزوكي وبيشوف العضة اللي تعضها من امراته وبيلاقي ان ايده مش متعورة فبيتطمن انه مش هيتحول لزومبي وفجأة بيلاقي صاحبه ميتاني بيتحول لزومبي وبيفهم انه تعض وكمان بيلاقي صاحبته دخلة للمكتب وهي متحولة فبيترعب سوزوكي وبيطلع يجري في الشارع وبيلاقي ان الزومبي كلهم منتشرين في الشارع وبيحجموا عن ناسه وبيعضوهم وبتحصل فوضة كبيرة في الشارع بسبب الزومبي اللي منتشرين في كل مكان وبالصدفة بيشوف سوزوكي سواء نايم في التاكسي بتاعه وبيفضل يخبط له الباب عشان يفتحوله ويهرب من مدينة وساعتها بتيجي بنت اسماها هيرومي تتكلم معاه وبتطلب منه انه يحميها من الزومبي اللي بيحاول يعضها فبيتخيل انه بيطلع البندقية بتاعته من الشنطة عشان يدرب الزومبي وفجأة بيجي رجل اعمال بيركب التاكسي وبيقول للسواء انه يمشي وبيقدروا انهم يهربوا بسرعة من المكان لكنهم بيتفاجأوا ان رجل الاعمال ايده فيها اثار للعض وفجأة بيتحول لزومبي وبيقول لهم انا عاوز منديل فبيتدي له السواء علبة المناديل وبيكون مش عارف انه تحول وساعتها رجل الاعمال بيعضوا في دراعه وبييجي مبعدها على سوزوكي وبيحاول يعضوا فبيفتح سوزوكي باب العربية وبيزوقوا برجله لحد ما بيرميه في الطريق وفجأة بيلاقي السواء بيتحول لزومبي وبيزود سرعة العربية فبيخاف سوزوكي على هرومي لانها قادة جنب السواء وقتها بيسيب السواء ديركسيون العربية وبيحاول يهجم عليهم عشان يعضوهم بس العربية بتتقلب بيهم والحسن الحظ سوزوكي وهرومي ما بيحصل لهمش حاجة فبيخرجوا بسرعة من العربية وبيفتحوا الانترنت وده عشان يدوروا على اي معلومات عن فيروس الزومبي فبيعرفوا ان الفيروس مش بيصيب الناس اللي موجودة في الاماكن العالية فبيقرروا انهم يطلعوا للجبل عشان يستخبوا فيه المهم في طريقهم بيلقوا بيت مهجور فبيعودوا يسترياحوا فيه وبيناموا لحد الصبح واول ما بيصحى سوزوكي بيشوف عدة زومبي على كتف هرومي فبيترعب وبيبعد عنها وبيرفع عليها البندقية وساعتها بتشرح له كل حاجة وبتقوله ان فيه طفل عضها من يومين بس هي ما تحولتش لزومبي ومش عارفة اذا كانتها تتحول ولا لا وبتطلب منه ان يخلص عليها عشان يتطمن انها مش هتقذيه فبيتأثر سوزوكي بتنامها وبعدها بيكملوا طريقهم عشان يوصلوا للجبل وفي طريقهم بتتعب هرومي وبتحس انها تتحول لزومبي وبالفعل بتتحول لزومبي وبيضطر سوزوكي انه يسيبها وبيطلع يجري وساعتها بيلاقي زومبي قدامه وبيهجم عليه فبيحاول سوزوكي يدافي عن نفسه وبتخلص على الزومبي وبيستغرب سوزوكي لما بيلاقيها مش بتهجم عليه لا دي كمان بتساعد عشان يقوم فبيلاحظ ان يعنيها التانية ما تحولتش لللون اللسود فبيفهم انها ما تحولتش الزومبي بشكل كامل وان عقلها لسه سليم وبيحاول يحارب الفيروس فبيأخذها وبيكملوا طريقه من ناحية الجبل لحد ما بتنام هرومي وبيشيلها سوزوكي على كتفه وبيتحرك بيها وفي طريقه بيلاقي عربية بتاعت سوبر ماركت فبيحط فيها هرومي وبيتحرك لحد ما بيوصل لمدينة فخمة متضمرة بسبب الزومبي فبيدخل لمحل ملابس عشان يغير هدومه لكنه فجأة بيلاقي زومبي واقف فراه فبيحاول يصحي هرومي عشان تنقذه لكنها مش بتصحى والزومبي بيهجم عليه وبيوقعه على الأرض وقبل ما يعده بيجي شخص لابس قناع بيخالص على الزومبي وبيطلع انها بنت اسمها لوسي عايشة في المدينة دية وبيجي صحابها يسألوها عن هرومي لو كانت متحولة الزومبي ولكن سوزوكي بيجذب عليهم وبيقول لهم انها من الزومبي بدليل انها نايمة فبيقتنعوا بكلامه وبيقرر انهم يهربوا فورا عشان الزومبي محصرين المكان وساعتها بيحط سوزوكي وماشا على عين هرومي المتحولة وبعدها بيهرب هو والشباب من الزومبي اللي بيكونوا منتشرين في المكان كله لحد ما بيطلعوا على سلم عشان يوصلوا للسطح فبيكرر سوزوكي يطلع معهم وبيشيل هرومي لحد ما بيوصل للسطح وهناك بيلاقي ناس كتيرة عايشين على السطح ودلع ان الزومبي ما بيقدروش يطلعوا للاماكن العالية وفجأة بيجي واحد اسمه يورا بيرحب به وبيقول له انا المسؤول هنا وبيخلي المساعد بتاعه يجيب له اكل وبالليل بيقعد سوزوكي مع لوسي اللي انقذته وبتسأله اذا كانت هرومي تبقى اختك ولا لأ فبيقول لها انها صديقته ومش هيتخلى عنها ابدا وفي الصبح بيقعد يغني لهرومي وبيتفاجئ انها مركزة معها وكمان بتبتسم له على الرغم انها زومبي فبيروح يوقف على السطح لوحده وبيشوف زومبي شكله غريب بينط من ارتفاع عالي فبيقول له مساعد ايورا ان الزومبي ده قبل ما يتحول كان رياضي مشهور جدا وبعد شوية بيجتمع ايورا بالشباب وبيقول له من الاكل اللي معاهم هيخلص كمان يوميا وبيوريهم خريطة المغزن مليان اكل عشان يروحوله بس المشكلة اللي بتواجههم ان الزومبي محصرين المكان فبيطلب ايورا من سوزوكي انه يدي له البندقية بتاعته وده عشان يخلصوا على الزومبي لو هجموا عليهم ولكن سوزوكي بيرفض فبيهددوا ايورا انه هيخلص على صاحبته هرومي لو ما ادلوش البندقية فبيقرب سوزوكي وبيطلع يجري وساعدها بيروح رجالة ايورا عشان يمسكوا هرومي فبيشوفهم سوزوكي وبيقمرهم يسيبوها وإيه اللي هيضربهم بالبندقية وساعدها بتبص لهم هرومي وبتمسك ايديهم جامل لدركة انهم بيصرخوا وبعدها بترميهم لبعيد وبالغلط بتقع القماشة اللي على عنيها وبيتفاجئوا كلهم منها زومبي فبيحاول سوزوكي يدفع عنها وبيترجعوا منهم ما يزهاش ولكن ايورا بيدربها بسامة في دماغها وبتقع على القر فبيفتكر سوزوكي انها ناتت بيتكلم ايورا مع رجالته بيرفض واحد منهم اسمه سانجو ان يديره البندقية وبياخب منه خريطة مغزن الاكل وبيقرر يروح هو والشباب عشان يجيبوا الاكل ووقتها بيتكلم سوزوكي مع لوسي وبتقول ان هرومي لسه عايشة وانها هتساعد عشان ياخدها ويهرب من المكان قبل ما سانجو يخلص عليها فبيعترض سوزوكي على كلامها وبيطلب منها انها تفضل جنب هرومي لحد ما يروح ورا سانجو رجالته وياخب منهم البندقية بتاعته وفعلا بيروح معاهم وهم رايحين لمغزن واول ما بيوصلوا بيلموا الاكل كله بس فجأة بيلقوا موسيقى اشتغلت في المكان وبينجيز بالزومب ناحيتهم وبيجي يعضوهم فبيحاولوا ياربوا من المكان وبيطلع النقيورة في قودة الكاميرات وهو اللي شغل الموسيقى عشان ينتقم من سانجو رجالته فبيعل الموسيقى اكتر وكل الزومب اللي في الشارع بيسمعوها وبيجروا كلهم ناحية مغزن الاكل ما عاد الزومب الرياضي اللي سيزوكي شافه قبل كده وده لانه بيفضل مكانه وبيبان كده انه بيخطط لحاجة وقتها بيستخبى سيزوكي في دلاب عشان الزومب ما يشوفهوش اما الزومب الرياضي فبيفضل هيجر المسافة طويلة وبينط على السطح اللي فيه البشر فبيعضوهم وبيحاولوهم كلهم بزومبي وقتها بتكلوسي مستخبية هيا وهيرومي وبتقول في الاسلكي ان الزومبي حولوا كل البشر اللي على السطح فبيسمعها سيزوكي وبيخرج من الدلاب عشان ينقذها هيا وهيرومي بس فجأة بياجم عليه الزومبي وبيحاول يعضو فبيضربوا بطفاية الحريق وبيخلص عليه وبعدها بياخد الاسلكي من على الارض وبيكلم لوسي وبيعرفها انه جاي ينقذها فبتلاحظ لوسي ان الزومبي موجودين على السطح وبتكرر انها تشيل هيرومي على ظهرها وبتنزل من على السلم وبتهرب واسنان ما كان سيزوكي بيهرب من الزومبي بيشوف البندقية بتاعته على الارض وبيتكرر ياخدها وساعتها بتدخل لوسي للجراش وبيتشوف ايورا وبيقول لها انه لقى مفتاح عربية وهياخدوها ويهربوا لكنه بتتفاجئ انه تعد من الزومبي وبيبدأ يتحول وبيجري وراها فبيوصل سيزوكي في الوقت المناسب وبيضربوا بالبندقية وبيخلص عليه وبعدها بياخد منه مفتاح العربية وقبل ما يهربوا من المكان بيلاقوا ان سانجو جاي عشان يهرب معاهم وبيتحركوا هم الاربعة لحد ما بيلاقوا مساعد ايورا بيجري من الزومبي فبيتلاقوا يجري بسرعة وبيتفاجئوا ان الزومبي محصرينهم من ناحيتين وساعتها بيكرر سيزوكي واجههم وبيبدأ يضرب نار على الزومبي فبيتشجع البقين وبيضربوا الزومبي هم كمان وفجأة بيشوف سيزوكي زومبي تخيم بيجري ناحيته فبيضربوا بالنار وبيقع الزومبي عليه وبيتفاجئ ان الزومبي عضوا سانجو المساعد وحولوهم فبيتعصب وبيكمل ضرب نار لحد ما بيخلص على الزومبي كلهم وبيكون محدش عايش غيره وهو ولوسي وهيرومي بس فجأة بيلاقي الزومبي الرياضي قدامه وبيجري عليه فبيضربوا بالنار وبيخلص عليه في اخر لحظة وهيرومي بتكون منباهرة به وبتقول له انه بطل وبعدها بيركبوا هم التلاتة العربية وبيهربوا من مكان بعد ما قادر سيزوكي ينقذهم وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بيوتيوبر اسم جون وبيصحى من النوم وبيلاقي ان والدته سايبال رسالة بتقول له فيها انها خرجت وبتطلب منه انه يروح يجيب اكل من السوبر ماركت لانه مفيش اكل في البيت لكنه بيطنش الرسالة وبيعود يلعب جيمز مع اصحابه وبيعرفون لفيه حاجة غريبة بتحصل في المدينة والناس عمالة بتجري في الشوارع فبيفتح جون التلفزيون عشان يفهم ايه اللي بيحصل بالزبط وبيلاقي الاخبار كلها بتتكلم عن ظاهرة غريبة انتشرت في المدينة فالناس عمالين يهجم على بعض في الشوارع وبيعودوا في بعض وفجأة بيسمع صوت سريخ في الشارع وبيلاقي الناس عمالة تجري زي المجانين فبيتصدم جون وما بيكونش فاهم اي حاجة وساعتها بيلاقي الباب بيخبط وبيروح عشان يفتح فبيلاقي جارو بيدخل شقيته بالعافية وبيترجى يستخب عنده ولكن جون بيرفض وبيحاول يترده من الشقة ولكن جارو بيكون رافض يخرج من البيت وبيبان كده ان فيه اثار عد على رقابته فبيطلب من جون ان يدخل بس الحمام وبيعاده ان هيخرج بعدها وساعتها بيشوف جون الاخبار وبيلاقي المزيع بيقول ان فيه فيروس انتشر في العالم كله وبيحول الناس لزومبي وفي حالة لو حد تعد من الزومبي بتظهر عليه اعراض غريبة زي مثلا النزيف في العين وبعدها بيتحول لزومبي على طول فبيفهم جون وقتها ان جارو تعض من الزومبي وبيكرر ان يترده من الشقة فورا وما بيلاقيه خارج من الحمام بيهدده بالسكينة وبيأمره يخرج من البيت وقبل ما يكمل كلامه اصلا بيلاقي ان عينه بتنزف وبيتحول لزومبي فبيهجم عليه وبيحاول جون يدفع عن نفسه وبيخرجه برا الشقة وبعدها بيحط التلاجة قدام الباب عشان الزومبي ما يدخلوش وبيحاول يتصل على والدته عشان يتطمن عليها لكنه بيلاقي ان الشبكة فصلة بسبب الفوضى اللي بتحصل في المدينة وبيلاقي والدته بعتاله رسالة وبتعرفوا فيها انها كويسة بس مش هتقدر ترجع البيت دلوقتي لانها مستخبية من الزومبي وبتنبع عليه ما يفتحش الباب لأي حد نهائي فبيتطمن جون وبيجمع الاكل اللي في البيت بس بيتفاجئ ان الاكله ليل جدا ومش هيكفيه غير شعر واحد بس فبييندم جدا عشان ما سمعش كلام والدته لانها قالت له يشتري اكل من السوبر ماركت لكنه طنشها وتاني يوم بيصحى جون على صوت التلفزيون وبيشوف دكتورة في الاخبار بتقول ان مفيش علاج لمرض الزومبي وان كل المصابين بيه بيكونوا مش فوعيهم واما بيفتح جون الانستجرام بيلاقي شباب متصورين واما محبوسين في بيوتهم زيه وكاتبين على الصور انه محتاجين مساعدة من الحكومة فبيكرر جون انه يعمل زيهم بالزبط وبيصور نفسه وماسك ورقة وكاتب فيها عنوان شاقته وما بنشره على الانستجرام بيلاقي ان الشبكة فصلت فبيتجيره فكرة انه يحطوا موبايل في طيارة الدرون بتاعته وبيخرجه برى البيت عشان موبايل يلقت شبكة وفعلا بتنجح الفكرة وبيقدر ينشر الصورة وبيتفاجئ ان الزومبي محاصرين عمرته من كل الاتجاهات وبعدها بيقعد يلعب بابجي عشان يسلي نفسه لحد ما بيلاقي ان النت فصل فبيكرر ينام وبالليل بيصح على صوت ضرب النار وبيلاقي ان فيه شرطية عمانة بتجري في الشارع من الزومبي فبينادي عليهم عشان يشتتهم وبيديها فرصة انها تهرب ولكن للأسف الزومبي بيهجموا عليها وبيعضوها وفاجأ بيلاقي واحد من الزومبي بيكسر في باب شاقته وبيحاول يدخل عشان يعده فبيروح جول ناحية البلكونة وبيكذب الزومبي ناحيته وبيخليه نوتهم البلكونة وبيقدر يتخلص منه وبعدها بيصلح في باب الشقة وبيتفاجئ ان معظم الأكل اللي في التلاجة اتدلع على الأرض وبعد أسبوع بيتطور ان يشرب من الخمرة بتاعت والده عشان ما يحسش بالجوع وما بيقعد قدام التلفزيون بيشوف برنامج طبخ وفيه واحد بيأكل مكارونا فبيحس بالجوع جدا وبيروح يأكل آخر علبة مكارونا في البيت وبعدها بيدخل الحمام عشان يشرب شوية مية وبيتفاجئ ان المية قطعت فبيتصدم جدا وبيفضل يشرب في الخمرة لحد ما عقله بيغيب وبيتخيل ان عائلته رجع للبيت ولما بيفوق بيلاي ان والدته بعتانوا رسالة صوتية على الموبايل فبيقف في البلاكونة عشان يلقوا الشبكة وبيسمع والدته وبيتقوله انها كويسة ومستخبية هي واخته في المكتب عند ابوه بس فجأة بيصرخوا كلهم وبيدخل عليهم زومبي وبيعدوهم فبيعيط جون عشان خسر عائلته وبيفضل يكسر في التلفزيون وبعدها بيخرج من بيته ومتعصل وبيضرف واحد من زومبي وبيخلص عليه وبيفضل يصرخ وبيشتم الزومبي عشان هم السبب اللي حصل لعائلته لكنه فجأة بيلاقيهم جايين ناحيته فبيهرب منهم وبيرجع البيت مرة تانية المهمة في اليوم العشرين بيلاقي ان الحكومة بيفجروا المباني اللي فيها الزومبي فبيفقد الامل تماما وبيحس انه خلاص هيموت لكنه فجأة بيلاقي بنته في العمارة لقصاده وبتوجه ناحيته الليزر وبتحاول تتكلم معاه بلغة الاشارة عشان الزومبي ما يسمعهاش وبتتفي مع انه يقابلها في الشباك الساعة 7 بالظفر فبيفرح جون عشان اخيرا لقى حد يتكلم معاه لكنه في الصبح بيصحى متأخر وبيعتذر للبن وبيكتب لها اسمه على موبايل عشان يقدر يتعرف عليها فبتكتب لها التابليب بتاعها ان اسمها كم وبالليل السماء بتمطر وبيحط طبقه في البلكونة عشان يجمعه شوية مية وساعتها بتلاحظ كم ان الدور الثامن اللي في عمارة جون مفهوش اي زومبي وبتكون عاوزة تروح للدور دوت لكنها مش عارفة ازاي وتاني يوم بتبص على جون وبتلاحظ انه تعبان جدا لانه للأسف ما اكلش بقاله فترة طويلة فبتجي لها فكرة زكية وبتحديف له كرة مربوط فيها حبل وده عشان تبعط له اكل من خلال الحبل دوت بس الكرة بتقع في الشارع ومش بتوصله بسبب ان المسافة اللي بينهم بعيدة فبتجي فكرة لجون انه يربط حبل في طيارة الدورون بتاعته ويبعته لها فبتربط كم الحبل في البلكونة بتاعتها وبتبعط له شنطة مليانة اكل ومية فبيشكرها جون وبيلاقيها كتبالورسالة بتقوله فيها كل براحة لانه نازم بالتأكيد يحافظ على الاكل اللي معاه وفجأة بيشوف زومبي في الشارع مسك الحبل اللي فيه الكرة وبيكون الحبل ده مربوط في الترابيزة بتاعت كم فبيشد الحبل بكل قوته وبتغبط كم في الترابيزة وبتفقد الوعي والمصيبة بقى ان الزومبي بدأ يتسلق على الحبل دوت عشان يطلع له ويعضها فبيرمي عليه جون ازايز الخمرة عشان يوقعه من على الحبل ولكن للأسف بدون اي فايدة وبيكون الزومبي خلاص قرى بيوصل لبيت كم فبتفوق في اخر لحظة وبترمي الزومبي من البلكونة وبتتخلص منه المهم بالليل بيقرر جون انه يخرج عشان يدور على اكل في شوق اجرانه لان الاكل والماء اللي معاه للأسف مش هيكفوه غير يوم واحد بس فبيدخل لشائق جاره اللي جنبه وبيلاقيها فاضية تماما وما فيهاش اي حد وما بيفتح تلاكته بيلاقيها مليانة اكل فبياخد الاكل كله وبيعرف ان صاحب الشائق داية يبقى متصلق جبال فبيدخل لقوته وبياخد منع جاكت واجهزة لاسلكي بس فجأة بيهجم عليه الزومبي وبيحاول ان يعده فبيهرب جون بسرعة وبيرجع شائته مرة تانية وهناك بيروق على حاله وبياكل وبيحط شوية اكل وجهاز لاسلكي في الشنطة وبيبعثهم لكم وتاني يوم بيصح على صوتها وهي بيتكلمه في لاسلكي وبتشكره جدا على الاكل وبتفضل تتكلم معاه وبتتعرف عليه لحد ما فجأة بتسمع صوت الزومبي ومطلعين العمرة بتاعتها فبتيجي فكرة لجون ان يريني على تليفون الشقة اللي فوقيها وده عشان يشتت الزومبي ويخليهم يروحوا لهناك وفعلا بتنجح خطته وبتكرر كيم انها هتهرب من البيت فبتتفق مع جون انها هتقابله في الدور الثامن لان ما فيه الزومبي موجودين هناك فبتمسك حبله وبتنطم البلكونة وما بتنزل في الشارع بيجي معليها الزومبي وبتحاول انها هتهرب منهم فبتاخد مسدس واقع على الارض وبيجي واحد من الزومبي بيوقع على الارض وبيحاول يعضها ولكن جون بينقصها في اخر لحظة وبيدخلوا العمارة بتاعته وبعدها بيركبوا الأسانسير لحد ما بيوصلوا للدور الثامن وهناك بيدوروا على أي شقة عشان يعودوا فيها لكنهم للأسف بيلون الشوقة كلها مقفولة وفجأة بيظهر لهم مجموعة زومبي وبيجروا وراهم فبيظهر واحد بيشد كيم جوا شاقته وبيهدف كومبيل الدخان على الزومبي وبعدها بيساعد جون وبيدخلوا الشقة وكمان وبيقفل الباب في اخر لحظة فبتقلق كيم وبتكون مش واسقة في الشخص دوت وبتبدأ تسأله انت ليه أنقصتنا لكنه بيتجعل كلامها وبيقدم لهم أكل ومية وبيعرفوا من نسمه ليه وانه بيشتغل موظف حكومي وبيشرح لهم ان طيارات فريق الإنقاذ على وصول والأفضل يوم دلوقتي يستخبوا في شاقته لحد ما الطيارات تيجي فبيفرحوا هم الاثنين جدا وبيكونوا مش مصدقين انهم أخيراً هيخرجوا من الورطة دي وفجأة بيفقدوا الوعي وبيطلع عن ليه حطت لهم مخدر في الأكل وبعدها بيربطوا مهمة الاثنين عشان يخلى مراته تاكلهم لأنها تحولت لزومبي وحبسها في القوضة ومن شدة حبه لها مقدرش يستغنى عنها فبياخد كيم وبيدخلها لقوضة مراته وبيقفل عليها وبيعتذر لها على اللي عمله وبيشرح له لمراته ما كانتش بقالها خمس ديام وانه مضطر يعمل كده عشان يخليها تاكل وقتها بيفوق جون وبيهدده من مسدس انه هيخلص عليه لو مخرجش كيم فورا فبيرفد ليه وبيقوله انه كده كده خسر كل حاجة ودلوقتي ما عندوش اي مشكلة انه يموت وساعتها بتكون مراته الزومبي على وشك انها تعد كيم فبيحاول جون يفتح الباب باي طريقة عشان ينقص كيم لكنه بيفشل لان الباب مقفول بالقفل وفاجأ ما بيلاقيش اي صوت في القوضة فبيفتكر ان الزومبي للأسف عدت كيم وساعتها بيفتح ليه الباب وبيتفاجئ ان مراته بتاجم عليه هو وبتعده ويتكون كيم ما تعبدتش ولسه عايشة فبتاخد المسدس وبتخلص عليهم هم الاثنين وفاجأة بيسمع الزومبي اللي في الشارع صوت ضرب النار وبيدخلوا للعمارة عشان يأكلوهم فبيحس جون وكيم بالإحباط لانه مفيش اي طريقة للهروب من الزومبي وبيقرروا وقتها انهم يسلموا نفسهم ليهم لكنهم بيتفاجئوا ان طيرات الانقاذ جايين عليهم فبيفرحوا هم الاثنين وبيبدأوا يستجمعوا شجعتهم وبيقرروا يطلعوا للسطح عشان الطيرات تشوفهم واول ما بيخرجوا من الشقة بيهدفوا كمبيل الدخان وبيطلعوا يجروا من الزومبي ولكن عددهم بيكون كبير جدا وبيمنعوا منهم يطلعوا للسطح فبيمسك جون عجلة وبيحاول يزوء الزومبي لبعيد عشان يدي فرصة لكيم انها تطلع للسطح وتنادي على طيرات الانقاذ وفعلا بتطلع كيم للسطح لكنها بتتفاجئ ان الطيرات مشيت وساعتها بيهرب جون من الزومبي وبيطلع السطح وبيقفل الباب فبيصرخ بصوت عالي عشان فريق الانقاذ يسمعوه ولكن للأسف بدون اي فايدة وساعتها بيقدر الزومبي يكسروا الباب وبيقربوا عليهم عشان يعضوهم فبيطلع جون المسدس بتاعه وبيفضل يضرب عليهم نار لحد ما بيتفاجئ ان في طيارة انقاذ جت لهم وبيضربوا نار على الزومبي وبياخدوه هو وكم في الطيارة وبيتحركوا بعيد عن المدينة بعد ما الزومبي احتلوها بشكل كامل وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم برجل اعمال اسمه كلوديو وهو مستني السواق بتاعه وبيركب معاه عشان يروح شركته وفي طريقه بيشغل السواق الراديو وبيتزع خبر ان فيه اعمال شغف في المدينة والشرطة مش عارفة سببها وكمان مش عارفين يسيطروا على الوضع وقتها بيكون كلوديو مش مهتم خالص بالاخبار وبيتصل على السكرتيرا بتاعته وبيسألها عن جدول اعماله النهاردة فبتقوله ان فيه اجتماع مهم مع شركائه من رجال الاعمال ولازم يوصل بسرعة عشان الاجتماع هيبدأ بعد نصف ساعة فبيعرفها كلوديو انه خلاص جاي في الطريق ولما بيوصل الشركة بتكلمه موظفة بتشتغل معاها اسمها سيلفيا وبتديله القهوة بتاعته وبتقوله انها جاهزت له كل ملفات العملة من غير ما يقولها فبيعجب كلوديو جدا بشغلها وبيتقرر يرقيها في الشركة وبعدها بيجري بسرعة عشان يركب الاسمسير قبل ما يتقفت وبيتفاجئ ان حبيبته القديمة ركبة معاه وبيعرض عليها انهم يخرجوا سوا وبيفضل يدايق فيها لكنها بترفب بحجة انها متجوزة وبعدها بتسيبه وبتخرج من الاسمسير وساعتها بتتصل بيه مراته عشان تطمن عليه وبتقوله ان فيه اعمال شغب في المدينة وسمع اصوات صريخ في كل مكان فبيطمنها كلوديو انه كويس وبيقول لها ان دي اكيب مظاهرات مش اكتر وفجأة بيعتل بيه الاسمسير وبيقفل معاها المكالمة فبيدوس على زرار التوارق وبيكلم مدير الامن عشان يبعت له فريق السيانة ييجي يصلحه الاسمسير فبيكتشف المدير ان الاسمسير اتعطل به بين الدور السادس والسابع وبيقوله ان خلاص بعت له فريق السيانة وبيطمنه ان الاسمسير هيشتغل بالكتير قوي في خلال خمس دقايق ولكن كلوديو بيتعصب عليه وبيقوله يتصرف حالا لان عنده اجتماع مهم وفجأة بيسمع الصوت صريخ برا الاسمسير وبيكون مش فاهم اي حاجة وبيفضل ينادي على اي حد عشان يساعده ولكن للأسف محدش بيسمعه وبيجيله بكلمة من السكرتيرا بتستعجيله فيها انه يجي الاجتماع بسرعة لان رجال الاعمال زيقه وعندهم مواعيد تانية فبيعرف انه محبوس في الاسمسير وعمال الصيانة بيصلحوه وبيتعصب عليها وبيقولها تتصرف وما تخليش حد يمشي من الاجتماع وبعدها بيكلم مدير الامنة مرة تانية وبيتخاني معاه عشان الاسمسير لسه ما اشتغلش فبيقوله المدير انه بيتصل على عمال الصيانة لكنهم ما بيردوش عليه فبياخب منه كلوديو رقم واحد من العمال وبيتصل به وبيقوله العامل انه ما يتأخروا شوية في تصليح الاسمسير لانه مش عارفين هو متعطل ليه مع ان كل الاجهزة بتاعته شغالة تمام وقبل ما يكمل كلامه بيصرخ العامل وبيقول لزميله اهربوا بسرعة من المكان وبتتفصل المكالمة فبيستعرب كلوديو وبيكون مش فهم اي حاجة وبيحاول يكلم مدير الامنة مرة تانية لكنه للأسف ما بيردش فبيقرر يتصرف وبيقلعت جاكب بتاعه عشان يفتح باب الاسمسير وبعد محاولات كتير بيقدر يفتح جزء صغير جدا لكنه مش بيقدر يعد منه وبيستعرب لما بيلاقي ان الممر اللي قدامه فاضي وما فيهوش اي حد مع ان المفروض يكون فيه موظفين في المكان وقتها بتتصل بيه مراته وهي مرعوبة وبتعيد وبتقوله ان فيه حد بيحاول يقتحم الشقة بتاعتهم واتصلت بالشرطة اكتر من مرة لكنهم ما بيردوش ولما بصت في الشباك لقيت فوضى في كل مكان والناس بيجروا لسبب مجهول فبيحاول كلوديو يهديها وبيتقطع الخطر وبيبدأ يبص على الاخبار عن نت عشان يفهم اللي بيحصل وبيلاقي كل المواقع بتتكلم عن انتشار فيروس غريب بيحاول الناس لزومبي وان كل المدن اتدمرت بسبب الزومبي وفجأة بيشوف حبيبته القديمة وهي بتقع قدام الأسانسير وبتترجاي ساعدها وبتحاول تدخل الأسانسير وبيظهر حد بيشدها ناحيته وبتفضل تصرح وبيكون كلوديو مش شايفها ومش عارف حصل لها ايه وفجأة بياجم عليه اتنين من الزومبي وبيحاولوا يفتحوا الأسانسير فبيترعب منهم وبيبيض عن فتحة الأسانسير وساعتها بيسمعوا الصوت حد بيصرخ بالرمامر وبيسيبوا كلوديو وبيمشوا وبيبان كده ان الزومبي بينجزبوا للأصوات العالية فبيتكلم كلوديو مع مدير الأمن وهو بيعيط وبيقول له ارجوك ساعدني وخرجني من الأسانسير بس قبل ما يكمل كلامه بيلاقي صوت المدير تغير وبيخمن كده انه تحول لزومبي ووقتها بتتصل بيه مراته وبتقول له ان الزومبي كتحموا البيت بتاعهم وهي مستخبية في القوضة وهو بتفضل تصرخ والخط بيتقطع فبيتصل كلوديو على السكرتيرا بتاعته وبيأمورها تبعت له اي حد عشان يساعده وفجأة بتسحبه واحدة من الزومبي وبتحول تعده فبيبعد عنها وبيكسر حديدة من الأسانسير وبيتربيها الزومبي لحد ما بيخلص عليها وبعدها بيخسل وشه بإزازة المياة اللي معاه عشان ما يتصابش بالفيروس بتاع الزومبي وساعتها بيشوف سيلفيا الموظفة اللي قابلها قبل ما يطلع الأسانسير وبيلاقيها بتتسحب عشان تهرب من الزومبي من غير ما يشوفوها فبينادي عليها وبيطلب منها تفتح الأسانسير من بره عشان يخرج وفعلا بتعمل كده وبتقع الحديدة من ايد كلوديو وبتعمل صوت بيجذب الزومبي فبتضطر سيلفيا انها تسيبه وتهرب وساعتها بيجي زومبي وبيحاولوا يدخله جوا الأسانسير ولكن سيلفيا بتيجي تخلص عليه وبيشكرها كلوديو على عملته وفجأة بيهجم عليها زومبي وبيسحبوها ناحيتهم وبيعضوها فبيتدايق كلوديو وبيحس بالأحباط وساعتها بيجي واحد شغال معاه في الشركة وبيحاول يفتح الباب عشان يدخل يستخبى معاه من الزومبي فبيقوله كلوديو ما يحاولش لانه مش هيقدر يفتحه فبيسمع الراجل صوت الزومبي وبيجري بسرعة من المكان ووقتها بيتعصب كلوديو وبيفضل يزعق عشان يجذب الزومبي ناحيته وبيفضل يضربهم بالحديدة اللي معاه ولكن الزومبي بيسمعوا صوت السكرتيرا بتاعته وبيروحوا يجري وراها فبتستخبى في قوضة ولما بيشوف كلوديو اللي بيحصل بيفضل يزعق وينادي على الزومبي عشان يبعدهم عنها بس للأسف بيفشل وبيدخلوا للقوضة اللي هي فيها وبيحولوها الزومبي يا كمان فبيفتح كلوديو الانترنت وبيلاقي فيديو لمرسالة صحفية بتنصح الناس انهم يفضلوا في بيوتهم وما يخرجوش لان الزومبي في كل مكان والعالم تقريبا اتضم وفجأة بتتقطع الكهرباء في الأسانسير وبيزعر الزومبي مرة تانية وبيحاولوا يفتحوا الباب كالعادة بس المرة دي بييجي زابط ويضربهم بالنار وبيخلص عليهم وبيروح يطمن ان كلوديو ما تعدش من الزومبي وبيعرف ان اسمه مارسالة فبيطلب منه كلوديو ان يتصل بالقيادات بتاعته ويخرجوهم من الأسانسير بأي شكل قبل ما الزومبي يحصروا وقبل ما يكمل كلامه بيقطع مارسالة وبيقولوا نفقد الاتصال مع الجيش والقيادات فبيطلب منه كلوديو ان يروح كبينة الكهرباء اللي على السطح ويفتح الكهرباء بتاعت الأسانسير وده عشان يحاولوا يفتحوا الباب فبيوافق مارسالة وبيدينه مسدس ولاسلكي عشان يتواصل معاه لو حصلت اي مشكلة وبينصحوا ما يعملش اي صوت عشان ما يجذبش الزومبي ناحيته ولما بيمشي بيكلموا مارسالة على سلكي وبيقولوا ان الدور اللي قبل السطح مزدور وبالتالي مش هيقدر يوصل لكبينة الكهرباء فبيكترح علي كلوديو ان يركب الأسانسير بتعمال الصيانة وفجأة بيهجم على كلوديو مجموعة زومبي لكنه بيدرب عليهم نار لحد ما بيخلص عليهم فبيتدايق كلوديو وبيكون مش عارف هيتصرف ازاي وبيشوف قدامه تنم الجنود بيدربوا النار على الزومبي فبينادي عليهم عشان يساعدوه في فتح الباب لكنهم مش بيسمعوه وساعتها بيفقد كلوديو الأمل في ان يخرج من الأسانسير وأثناء ما كان قاعد بيسمع صوت مارسالة في الأسانسير وبيطلب منه ان يفتح السقف فبيحاول كلوديو ان يفتحها بالحديدة لحد ما بيدخل مارسلو وبيخلص على الزومبي اللي قدام الأسانسير فبيقعد يتكلم مع كلوديو وبيقوله ان الفيروس انتشر عن طريق تجارب علمية كانت بتحصل في السر وتقريبا كل دول العالم بقت فيها زومبي والعالم بقى خرار وبعدها بينام مارسلو وبيبدأ يحصلوا تشنجات والمفاجأة انه بيكون تعدي من الزومبي وبيتحول وبيهجم على كلوديو فبيضطر كلوديو يخلص عليه وبياخد البندقية بتاعته وبيضرب نار على الزومبي اللي بيكون انجزموا ناحيته بسبب صوت ضرب النار لكنه بيتكابل وبيتخبط في دماغه وبيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاي امراته بتتصل عن موبايل وبتقوله انها هربت من الزومبي ودلوقتي يافي مخيم انقاذ تابع للجيش وقبل ما تقوله على مكان المخيم الموبايل بتاعه بيفصل وبيفرح ان امراته في امان وساعتها بيتحمس وبيحاول يفتح باب الاسنسير بكل قوته لحد ما بينجح اخيرا وبيخرج بعد معاناة ده متل 24 ساعة وبعدها بيخرج للشارع وبيلاقي ان المدينة فاطئة فبيشوف ازازة لبا مع واحدة وبياخدها منها وفجأة بيلاقيها بتقوم له وبيطلع انها زومبي وقبل ما تهجم عليه بيتضرب عليها نار من قناصة تبع الجيش واقفين فوق الاصطة فبيشولوهم كلوديو عشان هيجي ينقذوه وبيتأكدوا انه سليم ولسه ما تحولش الزومبي وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة